بدايةً أشارة دراسة قريتها مؤخراً يا بيرلا أن 50% من النساء يفضلون قضاء وقت مع صديقاتهم المفضلات أكثر من قضاءهم مع الزوج حابة توجه بسؤالي أول شيء إليش يا أميمة طبعاً أنت سيدة متزوجة وفرضي أن زوجتك ما قاعد يتابع الحلقة فأخذي راحتك بالإجابة عادةً إلما تحبين تنطين أسرارك لزوجتك ولا لصديقاتك؟ ديما أنا عن نفسي يعني أكيد أفضل أن يكون أسراري مقتصرة في بيتي وأولادي وزوجي لكن في أمور أنا أحس أنه ما في داعي أنا أربك فيها زوجي وفوق ضغط عمله فأفضل أن نحتفظ بها النفسي أو لحد قريب مني كثير يعني ماما أو بنتي ممكن بس أما صديقاتي مش كثير بحكيهم أنا عن نفسي طب ديما أنت شو رأيك بالموضوع أبل ما أنا لكم بصراحة أنا يعني أسراري اللي متعلقة بالشغل والقرارات المهمة الحياتية يعني وعمل وكذا أكيد زوجي أول شخص ألجأ له حتى لما أكون تعبانة وضايجة وزعلانة هو أول شخص أروحي يمكن أنه إحنا نفس العمر بس نفس الشي أحس أنه في مواضيع يعجبني بس أناقشها ويا صديقاتي يعني حلو واحد يكون عنده صديقة أو صديقتين يكونون يعني بس فرنز مقربات تقدرين تفتحينوا إياهم أي موضوع سواء كان مثلا مواضيع اللي إلها علاقة مثلا بالفاشن الجمال البيوتي أحيانا حتى الشغل هاي الغوسب اللي يصير بين البنات مرات زوجي ما يكون كلش مهتم بمثل هذه النوع من المواضيع فأحب أناقش هوية البنات طيب أنا بكل صراحة بليه أنه الشخص اللي بدأت تزوجه بالمستقبل بدي يكون لأنه كلمة صديق بحسها كلمة كتير كبيرة ومش مين ما كان فيه كون أنه صديق فالشخص اللي بدأت تزوجه بدي يكون هو صديق وهو الباس فرنز تبعي وبحس أنه كل شي من أي تزي بدي يكون هو معه خبر فيه ودايما في نقاش بينتنا ولا أي موضوع أنه بفضل خبره لرفيقتي على خبره عن لقلو لأنه بفضل كل شي يبقى بالبيت يعني كل شي خاصه فيي وببيتي وبأموري العائلية أو أساس زعجتنا بالشغل صراحة بفضل أترك على قلو لأنه يمكن إذا خبرت رفقتي ويوما ما بطلت رفقه معه أنه تتسك هالحكي عليّ بينما زوجي مستحيل بس ما تحسن أنه يوجد مواضيع ممكن الزوج ما يهتم بيها أو مثلا إليها علاقة يمكن أنت بعدش بس ما تحسن أنه في مواضيع مثلا مثل تحسين حلو تكون أكو صديقة تفهمش تسمعش أكثر بالموضوع أنه إذا الشخص اللي بدي أتجوز وما أنه فاضي يسمعلي لو موضوع منه مهتم فيه صراحة أنه فاضي ما أتزوجه وإنتي تسمعي له تسمعي له كل مواضيع حتى لو أنت مثلا سيارات أو أشياء ما تهمت لا أكيد بدي أسمع له لأنه إذا ما بديوا يسمعلي يعني أنه ساريخ خليلين أمايما برأيي بيرلا بيرلا أنا يعني أوافقك في الشيء وخالفك في أشياء تانية أوكي ممكن أنت تفكر لأنك لسه ما دخلت الحياة الزوجية حكم خبرتي أنا كمرأة تزوجت ولها يعني باع طويل ما شاء الله الرجل في الفترة الأولى ممكن بيسمع وبيكون أوكي بس بعد كده بتيجي ضغوط حياة بعد كده بيجي أولاد أمور كتير يعني ما حيضل يسمعك زي ما أنت الآن مفكرة ومفصلة حياتك لكن بعد كده حتحس أنك ليش ما بيسمعني ليش ما بيعطيني بال بالذات زي ما قالت ديما أنه في أمور بديك تكمل فيها شوية على المواضع شوية على ما بدي يسمع كل شي الرجل فهيك بيصير يعني حاسس بملل وانتي بتتضايق ليش هو ما بيسمعني زي الأول هذا المنج والروتين اللي موجود بالعلاقة يعني بالضبط يتجدد لما يكون سيناس ثانية تسمع أو أنه مدائما تنطيل يعني أنتو بنظركن أنتو عم تجربوا تقولولي أنه بس رح أتزوج رح يتغير معي رح يبطل يسمعلي طب أوكي إذا عم تسمعنا هلأ للشخص اللي بده يتزوجني فريز ما تتغير لأنه إذا تغيرت مشكلة كبيرة بتكون بخعتني أندي لا موهيتي شوفي هنا في أشياء مثل ما قالت أميمة الظلم مهمة وحلو أنه زوج يعني مكانة الزوج بقلب المرأة والزوجة ما تتغير ولكن مو غلط أنه تكون في صديقة على الأقل أو صديقتين تلجئي لهم عند الحاجة أو عند أحيانا أن يكون الزوج فعلا مرور الوقت تتصير في مشاكل هموم تعب شغل أطفال حلو أنه في مرأة تستمع لك ورأيت مرأيها حتى أحيانا تحتاجين رأي مرأة طب رأيكم أنا إذا رح تشكيت همي لصديقتك مش رح تجي تحردني على زوجة مش بيصير فيها هيدا المشاكل إذا صديقة حقيقية يعني مشاكل بالكوب طبعا إذا صديقة حقيقية وتحبت وتريد مصلحتك دائما لحطيت النصيحة الصحي يعني ويتوكي صديقة تكون صديقة يعني مفضلة ومثل أختك تقدرين أنت تثقين فيها حتى تشاركيها جزء من همومك ومشاكلك بس لك قدمة كان عطول المرأة عندها هيكي يمكن بدل ما تروق الواضع مثلا إذا نقول سير فيه مشكل تكبروا للمشكل أي ممكن يعني أنا بشوف كمان يعني بنتكلم على المواضيع فيه شي فعلا أنا ممكن أقوله لمامتي فيه شي ممكن أقوله الأختي فيه شي ممكن أقوله لبنتي وفيه شي أقوله لصديقتي مو أي شي ومو أي موضوع أتكلم فيه فهناك اختلاف مين أقوله وإيش اللي حقوله برضو بقول الزوج بيكون مضغوط في أمور مرة كتير ما عد فيه يسمع فأنا قبلك بيرلة فصلت حياتي وأنا قبل ما تزوج بشكل والآن تقريبا أشياء كتير اختلفت عن ما أنا عملت لها يعني التفصيلة فأكيد يعني الحياة بتختلف والضغوط بتختلف والزمن بيختلف صح فعلا طيب ختما لهذا الموضوع رح أعطيكم نصيحة مع أنه بعد ما عندي إكسبرينس بهذا الموضوع بس كل بنت بدأت تزوج تنقش شخص اللي أكتر شي قريب لطبعة ولاستيلة بالحياة وهيك يكونوا متجانسين مع بعض ومتفاهمين أكتر شي ممكن طيب يصير فيه تخفيف من هول المشاكل اللي معقولة تصير ما يسمع له ما تسمع له كل هول الأساس اللي حكينا عنه نهار اشتركوا في القناة